نقطة تانية حلوة كانت يا حيات البابا بدرس وربما يعني دي نموذج لنا اتضاع الشديد وكان يظهر هذا الاتضاع في معاملته مع الناس وأثناء الصلوات التقصية يقولك أنه كان لا يجلس على كرسي ماري مورقوس كان يجلس على الدرجة السفلة من الكرسي وطبعا كن أن التاريخ يذكر عنه الحتة دي وطبعا وقتها ما كانش بقى فيه كنايس فخمة ولا كراسي فخمة كان الكرسي نفسه بسيط اللي بيجلسوا عليه البطاركة يعني لكن يجلس كده ليه؟ إيه اللي خليها يشعر بكده أكيد هو كان شعر جواه أنه هو تلميذ لماري مورقوس أنه لا يستحق من يكون في نفس المكانة العظيمة دي حتى وأن ربنا سمح أنه يكون في خليفة لماري مورقوس وفي نفس مكانة الرسل لأنه نحن بنقول دايما على البطارك أنه ثالث عشر الرسل فكنا ربنا سمح بهذه الرطبة لكن جواه في انصحاق لم يجلس البابا بطرس على الكرسي إلا بعد استشهاده بعد ما قطعوا رقابته وراحوا المؤمنين جابوا وحطوا الرأس جنب الجسد وكفنوه يقولك أجلسوا على الكرسي بعد استشهاده ومن هنا ظهر التقليد اللي مازال موجود عندنا في الكنيسة أنه إحنا لما بيتنيح البابا البطريارك نجلسه على كرسيه ثلاثة أيام أن الشعب ياخد بركته من أين ظهر هذا التقليد وكانت إيه بدايته من البابا بطرس ختم الشهداء عشان نعرف بس أن كنيستنا من جيل إلى جيل مش اسم البرنامج بس صح لا دي حياة موجودة فعلا في الواقع وأن كنيستنا بتسلم حتى في الأمور اللي هي نقول إيه ما هيش لها دواء مثلا بالعقيدة ولا حاجة لكن حتى الأمور التقصية والحركات التقصية والتقاليد كلها متورساها الكنيسة وبتحافظ عليها بس مشهد قوي وأنا خيالت الكنيسة كان إحساسها إيه دي الوقت ده البابا جايبين رسول وحدها وجسمه وحده ده الكنيسة كانت شكلها إيه في الوقت ده يا أبونا قوة الإيمان قوة الإيمان موجودة عند الناس وبعد الناس بيبقوا فرحانين بيطلع السنة اللي بيبقوا ضمنين خلاص إنه ضمن السنة ده وخد إكليل الشهادة بيبقوا فرحانين بيه إحنا لحد النهاردة في عائد الشهداء بنفرح بنعملهم زفة وحنوت وندعي الناس والكناس بتبقى مليانة فرحانين وبعدين بنحطوا كمان كنموزك حي لمحبة السماء قدام الناس صح زي ما ده حب السماء ووصل إحنا برضو هنصير على خطاء نظروا إلى نهاية سيراتهم وتمثلوا إيمانهم نهاية صح يعني إن كان في حياة الإنسان في ضعفاتنا أو حاجة زي كده ملناش دعوين لكن انظروا إلى نهاية سيراتهم النهاية كانت إيه؟ ضمن السماء يبقى نتمثل بيه أيها إلا ما ضمنش السماء بقى ده وضع تاني أيها ربنا يعني يخلي كل يضمن يا رب أمين في نقطة جميلة كمان أحب أشير ليها في حياة البابا بطرس وهي محبته الشديدة للاستشهاد لأنه الشعب تجمهر حوالين السجن لما قبل على البابا بطرس والعزارة كانت تبكي والرجال كانوا يتوسلون الإفراج عنه حتى إنه يعني كانوا أنهم يخلعوا أبواب السجن مثلا أنت عارف لما يكون فيه حراك شعبي زي ما بقوله كده أيها فيه عدد وفيه ناس آه وأحيانا السلطة بتغضي على الحراك الشعبي أو الضغط الشعبي صح فقال لهم ما تمنعونيش عن الإكليل وبعدين أشار على القائد اللي هينفذ أطع رقابته قال له بص أنت تيجي تنقب الحائط من خلف السجن آه وأنا هطلع معاك وتنفذ فيها حكم الإعدام يا يا عندك فرصة تخرج آه لكن لا فضلوا السمويات على الأرضيات وفضلوا الأبدية على الزمنية وفضلوا حياة الملكوت على الحياة الأرض وفضل أرشاليم السمائية على أرشاليم الأرضية مهما كانت يعني نشوف قد إيه قوة الإيمان هنا اللي بتظهر في حياة واحد زي البابا بطرس أن نفس الشباب يتعلم الروح دي ونبقى فينا كلنا هذه الروح الجميلة الحلوة أن احنا نوصل للسماء بدل ما نقش فيه مجادلات عقيمة وكلام ما يبنينيش روحيا خلينا نتعلم من سير الأباء دول وممكن أنا يعني عايز أحيا نيافت أم بقرمية وحي كل فريق العمل أنه يعني دانا فرصة أن نحن نلقي الضوء على سير الأباء دي عشان إحنا نتعلم أنا أتعلم وغير يتعلم من سيرهم أيها يعني نشوف إيه اللي نكون جدين في العمل الروحي أفضل من أي حاجة تاني وفي وقت صعب جدا ترجمة نانسي قنقر